السلام عليكم وعليكم السلام شكراً استاذ على استضافتي ببرنامجك المميز وأشكر جزيلا الشكر أنا مستاذ أنت صح لي عمه قل لي عمه أنور عمه؟ أي قل لي عمه أنور استاذ هاش أسوي بي استاذ أنا اليوم أنت شوف أردأ قلك أنت بسم الله وماشاء الله عليك إسرة كل القلوب الناس تتابعك ومحبة وانت تتجول وتسأل ومرات تخطأ وصلحها بس ماشاء الله عليك يعني يعني أنت من الآن وهي سجلها للتاريخ بعد 20 سنة يجوز وراء 20 سنة 25 سنة تطلع يصبح عندك برنامج جزيلا تسوي برنامج أهم من برنامجي وتقول آني التقاني داك أنور حمداني يشوف فيديو احتفظ به أنا سعيد أن ألتقيك أنا ألتقي هكذا فتا عراقي متميز قل لي شلون قدمت هذا البرنامج وهي سألتك وتتنقل شلون حتيلي على التفاصيل أنا بداية الأمور كنت طالب أقلى بالمدرسة عفية ما شيت مهتم بجلت الفرصة لي قال لأبويا على الفرصة كنا مترددين قلنا ينزل مستواي الدراسي ماشاء الله بعدين أخذنا وأبويا قال لي لا روح شارك عفية والدك والمصور الكبير الأستاذ خالد المحمدي واحد من أهم المصورين تلفزيونيين ومهندس كبير ونفتخر به إلى الدورة يعني هاي كل الشغلات الإعلامية والأس أنجي ومش يسموهم كل هذا والدك الله يحفظه ويبارك به فأكو مثل يقول يعني الفتا على سر أبيه إن شاء الله نعم نعم إيه أستاذ إن شاء الله إن شاء الله شو ما راضي أشكرك أستاذ شو ما راضي لا أستاذ شو ما راضي لا أشياء قوياك المهم يلا عفوا مع شغلة أستاذ كمل لإيه بعدين شو جيت للبرنامج والله رحت لبرنامج قيمت أتدرب الدربت مدة قليلة يعني مدة أسبوع في شي أسبوع بس من الدربت كان عندي أخطاء بالمايك أخطاء بالمايك وأخطاء طفيفة بس هنا العراقيين ماكو صعب قدامنا شي عفيه وحليناهن أخطاء بسيطة عفيه والحمد لله مونة صارت تمام عفيه بس بسبوع ما شاء الله عليك عم تجيبوا مساء زلم مشورة بتقول لها تعال حتى تقدر برنامج يراد لعداد ثلتة شهور ستة شهور بس أنت بسبوع لهذا نجاز ما شاء الله عليك شوفوا الصعوبة من تلتقي أنت تختار برنامجك بس الأطفال تلتقي بس الأطفال فشوفوا الصعوبة لو سهولة بالتنقل بالمايكروفول وتلتقي أستاذ هنا أمي عمي عفو أستاذ أمي عمو هنا ما نلتقي بأطفال نلتقي ببطال وشنة أول حلقات مرتبك بس بعديا استقلت مواهبي وصرت أكثر بأكثر أحسن يعني شنة شنة طلعت بخلاصة يعني شنو شنو الخلاصة طلعت بيها شنو النتيجة اللي طلعت بيها بالعملك بهذا البرنامج النتيجة شنو اللي شفته شنو النتيجة اللي وصلت لها هنا هدفنا بالبرنامج هدفنا مو ماد هدفنا تعليمي ثقافي ديني ما شاء الله وهن نتقي ببطال ما شاء الله ونخليهم نشجعهم يحفظون الصور نسألهم عن الصور وعن حديث واللي حافظ يقرالنا ما شاء الله وشنة ايه ايه قول احجي براحة ام ايه ايه وكانت عندنا تمر بصعوبات بسيطة مثلا نقوم أخطاء بس هم يقطعون وبفضل عمار عمار الصوت هو ساعدنا وسووا الصوت هو أن تشكوشي سواه سووا البرنامج أفضل برنامج منو هذا يا يا ثقرة من البرنامج يا عمار منو عمار طين اسمه عمار عبد الرزاق عكفوا منه هو اللي منتج الكياه منتير القناة الفلوجة ما شاء الله ايه هو ما شاء الله بطل هو رتب لك حتى يطلحيش البرنامج حلو ومتناسب انت انت يعني يعني انت تشنت مثلا تسجل البرنامج وتروح بين الناس الناس من يلتقوك شي يقولولك يسلمون عليك شي يقولولك من يشوفوك يصوحوني بالشيخ البطل بالشيخ ما شاء الله ما شاء الله وكانت واي ناس يمروا مننا ايه 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 وكانت عندي نقطة بسيطة هي لازم ادحق على الكاميرا بالمقدمة والخاتمة ايه ايه وشنت من اروح وابويا مو يروح للدوام ايه اروح ويا ايه وهم يدربون هناك ومن ارجع ايه ادرب ادرب اشي شي ووحش ويا اخواني ايه اعبالك قاعد محاورة اخوانك اكبر منك اصغر منك اه هن بنات ماشا الله اكبر مني واحدة اصغر مني ايش اسمائهن الله يستر عليها ويحفظهان ثلاثة ايش اسمائهن يقين 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 اكبر واحدة يماما ورا يقين وافنان اصغر واحدة فيناتنا افنان عاشت الاسامي سلمنا عليها نقول لنا عما نور يسلم عليها مبارك الله بهم وبوالدك وبوالدك بس قولي شنو طموحك طموحك شنو طموحك بالمستقبل يصير مهندس بث مهندس بث هاي على بابا مثل بابا ها ايه استاذ ان شاء الله عفية ما شاء الله ما شاء الله اخر السؤال قبل ما تروح انت اكيد يعني ينطوك مكافأة على هذا البرنامج اما انت الله المكافأة خاو ما اخذها ابوك ومنطوك ولا فلس مانطوك هشكل مكافأة على لا استاذ وعدني يشتري لي بها هدية ابوك وعدك يشتري هدية تضمنه يا ابا تضمنه ايه يعني والله ما ادري يعني اذا ابوك اشترى الهدية لازم تصورها وتنزل الصورة وتقول دزوها العمى نوار ترى بابا اشترى لي هدية ما اخذ الفلوس ماك الهن علي ان شاء الله استاذ ان شاء الله هو قالي بالعطلة من تخلص المدارس لانس هادس ابتدائي ووزاري بكالوريا ما شاء الله قالي من تخلص الامتحانات عود اشتري لك الهدية لا ان شاء الله والدك مثل ما اقول لك مهندس وشخصية اعلامية تلفزيونية الاستاذ خادر المحمدي محترمة وكبيرة وتحياته الاستاذ عمار المونتير اللي منتج لك البرنامج استاذ عمار عبد الرزاق لكن اش اسمي يا ابا عمار عبد الرزاق عمار وعمار نفس الاسمها ان شاء الله ما بها فرق لكن اريد منك شغلة قبل ما تروح استاذ اشكر الكادر اشكر 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 اه واشكر الكادر اجمع بارك الله بك بارك الله بك احنا اريد اقول لك شوف شغلة باذن الله تعالى بتوفيق رب العالمين ان شاء الله الله يمكنك بما تريد يحفظ لك الوالد والوالدة واخواتك وتبقى من المتفوقين وطموحك صير مهندس بث ان شاء الله من ادر وراء عشرين سنق مستعد سنة يجوز الدنيا تتغير بهذا التطور يجوز يصير تخصص بعد افضل وانا عندي ثقة بالله ان يوم اللهم راح اشوفك واحد من اهم مقدمين البرامج او او الاخبار في العراق وان شاء الله نشوفك دائما ونفتح ان شاء الله واريد اقول لك شغلة احنا دازلك عيدية هاي العيدية ابوك ما ياخذه هسه من تطلع من البرنامج راح ينطوكم اياها العيدية تاخذ العيدية انت تروح تصرفها على العيد ما لك علاقة بابوك يقول لك تطيني يوهن وبعدين اصرفه نصرفه على وطلق للعمل وارقال هاي للعيد متفقين ايه عمو هو اصلا ببداية قال لي اكو عيدية راح يطيك اياها ما ااخذها امانت الله اه متفقين يلا يلا يا البطل شكرا جزيلا ايه متفقين استاذ شكرا اليك وهاللبس الحلو الجميل شكرا اليك استاذ شكر اللبس هذا الحلو هذا لبس الشيوخ وانت شيخ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك اشكرك استاذ اشكرك اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالبطل العراق محمد خالد المحمدي مقدم اصغر مقدم برامج في العراق والوطن العربي شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيقول شكرا بك